السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعت لكم تاني معاكم عمر محسن من بعد ما خلصنا جزئيات كبيرة جدا في جملة هنرجع لكم تاني في مجلة جملة اللي احنا خلصناها المرة فاتت وعملنا سيكشنز او كاتيجوري واقسام واقسام فرعية وموضوع وغيره وقسمناهم وكانت دي صفحة رئيسية بالمواضيع وعملنا حاجات كتير جدا مع بعض نرجع تاني للوحة التحكم خلصنا تقريبا كل الموجود هنا هنتعلم مع بعض مثلا في الرئيسية في مواضيع مش عايزنا تظهر وتظهر في الاقسام فقط يعني المدخل على القسم لاقي الموضوع وفي العام اظهر موضوع موضوع لا هدخل على مدير المقالات وبعد ما ندخل على مدير المقالات هنلاقي فيه خيار الصفحة الرئيسية متعلم علي صح وخيار منشور خيار منشور هو نشر المقالة gol releasingine نعم صح او غلط سنلؤى على سبيل المثال امريكا سنجل اقل مقالة عن امريكا. سنشرح نقال الامريكا لنقوم بعمل صح. سنضغط لها ونقوم بعمل مقالة مع غلطة. سنجد المقالة موجودة. سنجد المقالة ببساطة. اي مقالة لا تظهر تشعر في الرئيسية نقوم بعملها. سنقوم بعمل المقالات اوتوماتيكية. موجودة في الرئيسية. آآ تمام دي كتا اول جزئية عايزة نشحل لكم نرجع تاني اللوحة للتحكم. آآ طبعا شكل القالب او التامبلت الموجود عندنا مش لزيز او عايزين نختار شكل افضل من كده. هنعمل ايه? اول حاجة هنروح على الاضافات ونشوف مدير القالب او ايه القالب الموجودة عندنا. هنلاقي القالب الاساسي وهو الموجود وشكله عليه علامة الافتراضي. وقالب تاني موجود من جملة وقالب تالت برضو موجود من جملة ولزيز. ممكن نعلم عليه ونعمل افتراضي ونشوف شكل القالب. نعمل فرش. هنلاقي شكل الجريدة بتاعتنا تغير تماما زي ما احنا شايفين كده. بس طبعا احنا برضو ده مش عاجبنا وعايزين حاجة يكون شكلها افضل من كده. انا نزلتلكو برضو هنا قالب ونعمل عليه افتراضي ونشوف شكله. فرش. هنلاقي قالب تاني برضو الجريدة او المجلة. طيب ازاي نضيف قالب. عنا نرجع تاني اللوحة هتحكم. وعشان نضيف قالب هنروح على اضافات. وبعد كده التنصيب والازالة وهي لاضافة اي موديول او تطبيق او هنروح عليه ونعمل هنلاقي ملف الحزمة. ومن هنا هنقدر نضيف قالب. طيب انا عايز موقع عشان اجيب منه قالب. ايه المواقع اللي بتنصحني بها. من اوائل المواقع اللي بتنصحكم بها اللي هو ازاي ما احنا شايفين من الموقع ده بنخش عليه ونشوف الاصدار الجملة بتاعنا. احنا مسلا اصدار بتاعنا واحد وخمسة نعرف الاصدار من هنا. واحد وخمسة. هنروح على واحد وخمسة ونشوف ايه القوالب الموجودة عنده. هيقول لك الناس اللي عامل قوالب عنده. نختار مسلا اول واحد ونشوف جنرال. ونشوف شكل القالب الحسن هو هيبقى متوفق مع الاحتياجات بتاعتنا في صفحات كتين موجودة. نختار ولو يكن مسلا هذا هو القالب. القالب ده مسلا نروح عليه. ونعمل داونلود. بعد كن اعمل اي اجري. داونلود. داونلود. شايفين خطوات بسيطة مشكلة. هيبتدي الحمل معي ونزل القالب عندي على الجهاز. وبعد ما كان عندنا هنروح على الاضافات ونعمل براوز. ونجيب القالب اللي احنا نزلناه هو كان القالب ده. ونعمل رفع وتنصيب. هنلاحظ هيقول لنا تم تنصيب القالب بنجاح والشركة المنتجة بتاعته. نروح على الاضافات. بعد كن مدير القالب. وهنلاحظ اسم القالب اللي احنا نزلناه وهو كان القالب ده. نعلم عليه ونخليه الافتراضي. ونروح على المدوانة بتاعتنا او الجريدة. هنلاحظ شكل الجريدة تغير خلص شكل جديد. ممكن نعدل اللي هي ونعمل اللي احنا عايزينه الاقسام الموجودة عندنا. طبعا تقسيمات كلها ممكن تعدل زي ما احنا شايفين كده. دي كان ببساطة كيفية اضافة قالب جديد. طبعا بعد ما نضفنا القالب اللي ما نحتاجين نضيف حاجات هنا او نضيف حاجات هنا او غيره. انا مسلا اختاري القالب ده هيكون اضافة ده. ده. شكله متناسب جدا واعجبني. الخطوة اللي جاية وهي الاضافات. هنروح على مدير الميديولات زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا ملاحظين مدير الميديولات ديت مش عارفين اي استخدامها. طيب احنا نشوف الاول المعينة بتاعتنا او الجريدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده فاضية وما فيش فيها اي اضافات او فيها استطلاع رأي مسلا او بحث او 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 حاجات كثير ممكن نضيفها. والميل مينيو طبعا موجودة كما احنا شايفين في المكان دوت. طب احنا نتحكم في كل حاجة في الجريدة بتاعتنا او الموقع بتاعنا. نحط هنا ستطلع يا رقي نحط صور عشوائيا نحط كاركاتير. نحط هنا مسلا الاقسام تبقى فوق بدلا ما هي موجودة هنا. نتحكم في كل حاجة. طيب عشان نتحكم في كل دوت هيكون من مدير الميديولات. عندنا اول حاجة نشوف الميل مينيو ملاحظين ان الموضع زي ما احنا شايفين كيها ليفت. احنا ممكن نتحكم فيها في الاول كده نروح على الميل مينيو. ونلاقي كلمة ليفت. ممكن نتحكم فيها ونختار مكان تاني. مثلا ممكن يكون طب وتظهر فوق ونشوف شكلها بعمل ازاي نعمل حفز. ونشوف ما بعد نعمل رفريش. هلا واحظ ان هي مكان متاح تغير وبقى في الاعلى زي ما هو مكتوب في المكان. او ممكن نغيرها برضو زي ما احنا عايزين لاي مكان تاني من الموضع بتاعها. نرجعها تاني. زي ما كانت. ده كده على سبيل المثال. نعمل رفريش ونشوف. هنلاقي ما راجع التاني زي ما كانت. طيب عايزين نجد فقط مديولات جديدة او خصائص تكون موجودة في شكل مدونة بتاعتنا او الجريدة. نروح على جديد. ونروح على زي ما احنا شايفين كده بعد ما ندخلت على جديد سنلاقي في مديولات موجودة اوتوماتيكيا. عندنا طبعا مديولات هاية موجودة اوتوماتيك زي ما قلت لكم. اتش اي ميل مخصص. اخر الاخبار الموجودة. اظهر التغذية. استطلاع رأي اقسام. ها ها كل الحاجات دي موجودة. ومنها طبعا الاقسام او المين مينو دي موجودة عندنا. اللي كانت موجودة عندنا في المدونة او جريدة بتاعتنا. طبعا عايزين ديف مسلا استطلاع رأي. هنروح عليه. ونعمل التالي. او نضغط عليه. نختار اسم البول او استطلاع الرأي بتاعنا. نكتب ما رأيك في حال مصر الان. مسلا. اظهر العنوان نعم مكان بتاع يبقى فين ليفت ولا رايت ولا توب ولا. طبعا نيوزر واحد في نيوزر دي كلها تقسيمات في الشكل بتاعنا هنا مسلا ممكن يكون نيوزر هيظهر لكل الناس والناس مساجئين بس ولا مش هيظهر رقمه ايه. خليه ليفت مسلا ما فيش مشكلة. القوائم وهي شايفين هيظهر في كل الاقسام دي. يعني مثلا انا ندخل على القسم ده. ألاقي البولي يظهر لتحت. ادخل على القسم دي موجود. كده. فاحنا هنخلي طبعا في كل الاقسام او ممكن ما نخلوش في اي قسم او نحدد اقسام معينة تظهر فيها. لو مثلا هو بالكام عبارة عربية فنخليه هنا مثلا بس. لو عايزين نعلم على الحاجة تانية مع الكنترول وننتج على القسم الثاني نخلي مثلا في قسم اوامر العربية والعام. ونعمل حفظ. لو كتبعا فيه استطلاع رأي. هنحط ايزر هنا. نعمل حفظ. هنلاحظ ان هو ما رأيك في حال مصر ظهر. بس طبعا مش هيظر غير لما نقوم بعمل استطلاع رأي الاول. هنروح على التطبيقات وهنلاحظ استطلاع رأي موجودة عندنا هنروح هنا ونعمل جديد. ونكتب ما رأيك في حال مصر الآن. الاسم مستعار مثلا. what's your opinion about ايجيبت مثلا. الخار الاول في حالة جيدة. ايان كان بقى هي الاستطلاع الرأي. ونعمل حفظ بعد كده. الله هزور نتعامل. نبتدي نخليه بقى منشور. تمام. وبعد كده نروح على اضافات ثانية ونروح على مدينة الموديولات. هنروح على مدينة عندنا نخش عليه. ونروح نختار بقى استطلاع الرأي عشان يظهر لنا. ونتك عليه ونعمل حفظ. نرجع ثاني بقى عن الجديدة بتاعتنا. هنلاحظ اللي هو. ما رأيك في حال مصر ظهر طبعا مرتين. لشان اكتبت الاسم مرتين. ممكن ما اكتبوش. وبعد كده اختار اي تصويت اللحظ النتيجة هي تظهر لك. بشكل جميل جدا. طيب احنا اخترنا نتيجة تظهر في العام واخبار عراوية فقط. اللحظ انه موجود. لو دخلنا على الاخبار العالمية ان شاء لديه موجود. زي ما احنا قلنا. المكان بتاعه. طيب جميل جدا. نضيفنا احنا اول مديول. طيب نضيف حاجة ثانية كمان. ايه المشكلة. نضيف مسلا خاصية البحث. لو عايزين بقى في بحث مقالة مثلا. نختار المكان بتاعه يبقى فين. نخليه مثلا طب. يبقى فوق. الترتيب طبعا ما فيش حاجة فوق فمش اعيز هل هو الناس ولا في اقسام معينة وكل الكلام برضو زي ما هو. لو في برضك في بعض الحاجات لو عايزين نعدي عليها. قياس العرض بتاعه يبقى ايه كم سنتيمتر. النص الهي مكتوب في ايه. ابحث هنا مثلا. ابحث هنا. زر البحث هيبقى موجود ولا. كلام كله بسيط. نخليه زي ما هو كل حاجة ونعمل حفظ. الله هزي ابحث عن مقالة بقى موجود. زي ما احنا شايفين هيبقت موجودة قدامنا. نرجع تاني على الجريدة بتاعاتنا نعمل معينة ونشوف شكلها. الله هزي هيبقت موجودة هنا. طبعا الجزئات فيه ممكن تقسم ليوزر واحد يوزر اثنين يوزر تلاتة. انا رحت على ابحث المقالة وغررت المكان الموضع بتاعها. كل موضع بيبقى متقسم في كل القالب على حسب القالب بتاعه. طيب طبعا في موديولات جديدة او ميديولات جديدة موجودة عندنا هنا وممكن نضيف غيرها كمان وفي ميديولات الموقع وميديولات الادارة. لسه ان شاء الله علشان الدرس هيبقى اطول من كده. هكمل الدرس في الدرس القادم عشان ما تعديش العشر دقيق او واضح ان هي عدد كمان. اتمنى ان شاء الله الدرس التاع النهاردة يكون سهر والدرس القادم حضيف ميديولات كمان اكتر. وحعرفكم شوية حاجات تانية في لوحة التحكم. اتمنى الدرس يكون بسيط معاكم وشكرا انتم استمعتولي. وكان معكم عمر محسن من منتداية ستارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان كل يستفيد.